اتفضل شكرا ايه بقى اللي انت عملته في العربية دا؟ ايه يا مام؟ انت بشوفتش هيقالت ايه؟ قالت اللي هي شايفاها حسايا يا اخي حسايا؟ انا زنبي ايه انا؟ بتشكوا في كل حاجة عاملة زي المجانين طب ما تعقلها يا شيف انت مش بتحباها يا حبيبي بقولك ايه؟ قوم كلمها وصالحها لحسن تروح تعاية لبابا وتعمل لنا مشاكل معايا هوا في ايه؟ هما يزلون بفلوسهم ياخدوها ويمشون ايه يا حبيبي؟ انت فاكر الدنيا ايه؟ حلبة مصارعة؟ غابة؟ احنا الناس اللي زييني يا شريف عايشين في قودة وصالح اللي بيقول كلمة في اولها اللي في اخيرها بيسمح كلنا عايشين مع بعض احنا يا حبيبي مش في المناطق الشعبية اللي فيها واسع القلوب والحب لا هنا مفيش كده هنا كلنا وش القفص ومصلحتنا واحدة يا حبيبي يعني انت وفقتها تجوز كريمة عشان فوز حرب؟ لا لا يا حبيبي افتكر كويس انت اللي علقت البنت بيك وانت اللي كنت حتموت عشان تتجوزها متحسسنش بقى دلوقتي انك انت تفاجئت بمشاكلها بعدين يا حبيبي هو تجوز كده بس نستحمل بعض عشان الحياة تمشي بس انا متجوزتاش عشان استحملها هتتجوزها يا حبيبي عشان خاطري انا يا شريف خليك لا تيف معا مالك يا حبيبي مفيش يا بابا شديت شوية مع الشريف خايفة يكون هو صح وكون انا بشك فيه زيادة عن اللزوم اوعد غلط روحك ولا تسمحله يشككك في نفسك انت عارفة شريف كويس بمشاكله مدماغه الناشفة ويا ما الناس حذرتك يعني انا اللي غلطانه دلوقتي يا زيتي انا ما قلتش كده كريمة انا عايزك تفكري كويس قوي قبل ما تجاوبي علي انت عايزة ايه بالصبت؟ عايزة تعيش لنفسك وتبص للدنيا كأنها ملكك انتي وبس وتوز في كل اللي حواليكي؟ ولا لا ولا عايزة تتجوز شريف لمجرد ان يبقى اسمك قدام البنات اللي كانت بتجري وراه ان الجبتيل حتى عندك بريكلين انت عارفة اخر الحدودة دي ايه؟ مش كده؟ واحدة مومتها سابتها و وتجوزت واحد تاني وعيشة براها وابوها قاعد جنبها معاها بيتحصر على بنته اللي مش عارفة قيمة نفسها وتتحصر عليا ليه؟ انا مش عايزة حد يتحصر عليا انا مش عايزة حاجة من حد سبودي لوحدي إتصاله رحيت انظر